السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا في صحة وسلامة وسعيدة ان شاء الله. اللهم صلي وسلم وبركة عليك يا رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم حلوة كلكو طلبتوها اكتر من مرة وعملتها مرة زمان قوي بس قلت هجربها معكم تاني. عملتلك اللدو. هوا 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 بعينه. انا عارف كل حاجة بس. يا عم هوا انا بقول لك هوا انا متأكدة. المهم من النهاردة اللي عملتلكو ان شاء الله زم قلتلكو اللدو. ويرب يعجبكو. وتنسونيوش في لايك وشير وتعليق بقى واشتراك وتفعيل الجرس وعملوا كل حاجة. علشان القناة كبير بيحبكو. شايفين حلو مرملة ازاي. انا بقلكو الهي مش ناشفة يعني. عملت بقى اللدو على مرحلتين. يعني ايه يعني اعملتها على طريقتين مختلفين. طبعوني بقى واشوف الاسهل اللي كو عملوها. انا جبت كباية كبيرة من العدس الاصفر زي ما انتم شايفين. او الحموس الاصفر زي ما بقولوا بعد الخليج. هنغسلها كويس قوي. وتنقعوها ساعتين. بعد كده بعد ما نقعناها وصفناها من المية. هنغسلها كويس تمام. هنحط شوية شوية من ايه من المية. ما تحطيش المية دفع واحدة لا. اقعد كطروا المية. هو كده كده هيتفرم كويس جدا. على فكرة لو لقتي في حبيبات. ما تقلقش خالص هو ده عايز الطلب. خلاص خلاص. هنعمل ايه ضربنا كمية كلها. مش حط عليها اي حيجة ولا ملح ولا اي حيجة. بعد كده لازل حط عليها ملح اللي هي السنة يعني اه حطي زي ما انتم عايزين. او البركة زي ما يقولها عندنا في مصر. النهاردة بقى سخنت الزيت. بعد ما سخنت الزيت عملت ايه نزلت عليه شوية شوية من الكمية العجينة اللي عندي. تمام احنا نسميها عجينة خلاص. بعد كده قويت خلاته حمر خالص بقى معاكو الكلام ده. وهو يكون النار عالي. النار او الحرارة تكون متوسطة متوسطة كده. عشان تحمص من جوه ومن بره. خلاص. هنا انا بقولكو. طب طبو كده ايه على اديكو زي الطعمية كده ها. وحمروه علشان ايه. اه تأكدوا مية في المية اللي هي مش معجينة ونكورة في بعضها كده. وتبقى عجينة من جوه وبره مستوية. خلاص. خلاص. بعد ما بردت خالص يعني اديها كده نصية او ساعة تبرد مع نفسها نهائي. ونحطها في الكبه اللي عندي. اعمليها شوية شوية وضربيها شوية شوية. يعني ايه. يعني ما تحطيش الكمية كلها مرة واحدة. عشان. عشان ما يعجنش كده معاك. ويبقى ايه تعبت كله اللي انت عملت راح الفوضي. يعني كل الحاجات اللي تعمليها. اعمليها بخطوات. يعني ايه بالراحة كده في العمايل يعني. وخلي ايه خليه برد جدا. عشان تضربيه في الكبه. تمام. تمام. هنعمل بقى العسل. هنعمل كوباية كبيرة من السكر. كوباية كبيرة من المية. ونبدأ ايه نحرقهم كده عشان يدوبوا. ويعملوا لي السكر. انا ما خليتش لمون خالص خالص. تمام. تمام. لو عندك عسل كولوكوز يا جماعة. حطوا معلقة كبيرة هي اما معلقة كبيرة من العسل العادي. هيبقى حلوة قوي. وعلى فكرة ودي لمعة. انا خليت هنا ايه. اه لون زعفران. اه وخليت كمان اه. ربع معلقة من الحبهان الناعم. ما عندكش حبهان. او الهيل الناعم. حطي بقى في الستة فصوص كده من في الكبه. السغنونة واضربية وحطيه معادة على على الشربات. وخليت كمان كم شوية شوية كده. كم شعر كده من شعر الزعفران. ما عندكش ضعفران خالص. بلاها ضعفران. حط الالوان العادية خالص. انا هنا استخدمت لونين. يا اما لون احمر. يا اما لون اصفر. تمام. انتو اختاروا بقى. عايزين اصفر ولا احمر. انتو براحتكم. وعلى فكرة يا ريت يا ريت. تزوتوا العسل شوية. وتخليه مثلا. يعني يجي كوباية كده على جنب. عشان لو عسطيه. تستخدميه يعني وزودي به ايه. عشان احنا بنحط حاجة. احنا مش عارفين هي تشرب بسرعة. ولا محتاجة شوية كمان من العسل. يعني احنا لازم كده ايه. نمسكها يبقى ايه. بتلف في ادينا. تمام. فاعملوا شوية. زيادة. وحطوا ايه. اخدوا كوباية كده على جنب. من الشربات يعني. فاعملني. المهم انا عملت ايه? اخر حاجة. قبل ما حط. الحاجات العجينة اللي احنا فرمناها. والكلام ده كله. خليت معلقة كبيرة. او حط معلقتين. من الماء المورد. ماء المورد مهمة جدا. وهناديك طعم حلو جدا جدا. تمام? انا كده ايه? هندوبك هنحط بقى المكونات دي كلها. انا حطيت هنا زبيب. مش حبة زبيب. ما تحطيش زبيب. حطيت هنا كم فص من القرنفل. مش بتحب القرنفل. بلاها قرنفل. بس كل الحاجات دي. بدد طعم. طيب هل انا فتح النار? انا فتح النار. وبقلبه كده. من راحة. عشان تشرب معي. الشربات. تمام? يبقى انا كده ايه? فاهميني يا جماعة? فاهميني? اكتبوا لي في التعليم بقى ان كنت فاهميني ولا لأ. انا هنا بقول لكم جايب هنا في ناك في الهند بيحطوا. اه البزور دي او الاستيت دي بتاعة عباد الشمس. اه ومسمينها هكده يعني اسم كده غريب. اه لو ممكن استبدلوها على فكرة بالمكسرات عادي. شوية كاجو. شوية آآ شوية صغيرين اه مش كتير. يقوم تستغنوا خالص عن المرحلة دي. بتاعة المكسرات. كفاية الزبيب عادي. انا هنا بقول لكم انا بلف. آآ بمسك مسلا بجيب معلقة. عشان تطلع حاجات متساوية عمل ايه? اجيب معلقة. وحطها في كاف ايدي. وابدأ اكور. الايه? الزم يقولون كده هو بالظبط. هابدأ اكور مش العجينة بقى. اللدو اللي احنا عملناه خلاص. تمام? دوس عليك جامد عشان ما ايه? ما يفتحش بعد كده منك. احنا نحطوهم فوق بعديهم كده هنرسوهم. فالكمية دي هتعمللك كمية محترمة جدا. كفاية كباية واحدة. ما تقطروش. تمام? تمام. هنا انا بقول لك انا عملوهم صغيرين. علشان لما حد يأكل. ما ياخدش يعني ما فيش باقي وراه. جينا بقى للمرحلة التانية. دي خلاص احنا اللدو كده اللي هناك جدا بقى جاهز. هنا بقى الطريقة التانية خالص بالدقيق. بتاع الحمص نفسه. هنجيب كباية كبيرة من الدقيق. وكفاية كباية واحدة. هتعمل لكم كمية محترمة. خلاص. وهن ننخلها. بالطريقة دية. معلش يا جماعة عزروني والله كويس اللي انا يعني حافظة العربي. بتكلم بقى مد لغة هنا. شوية انجلش وشوية مالباري وشوية عربي. خلاص يعني فاستحملوني معلش انا عارفة ان الكلمات بالتهم الراسي. انا جبت له لون زعفران. وخليته على شوية من المية. مية عادية خالص. ودي زره من الملح. تمام? دي فيها زره من الملح. وحط شوية شوية المية. يعني ايه? يعني مش هحط المية مرة واحدة. وعايز الخالد يكون في سمك الكيكا كده. بس اخفي السنة. تمام? متخليهاش مية. لا قوي تخليها مية. والطريقة دي او الطريقة اللي احنا اللي انا هتشوفها دلوقتي. طعمها الصراحة احلى شوية من الطريقة الاولية في اول الفيديو. يعني حاستي ليه طعمها هي سهلة بالنسبة لي. وكمان طعمها احلى. بس في ناس ما عندهاش دقيق الحمص. فانا قلت نبدأ بالحمص نفسه. علشان ما ايه يعني ما صعبهاش عن الناس. هنا بقولوكو جيب كيس بتاعت الحلواني. تمام? وهنبدأ نحط فيه. الكمية اللي احنا عملناها. يا رب بقى ايه ما تتلغبطوش معي. انا بوروكو دي طريقة تانية خالص. غير الطريقة بتاعت الحمص الاولية. تمام انا بقى كده عليكو. عشان ما تتلغبطوش. تمام كده? تمام. هنبدأ بقى نقفل كويس جدا. قفلها كويس جدا. يعني انا عايزة اني ما نكونش فيها مكان الهوى اصلا. يعني ازنوقي الكيس كده. تمام? تمام. بس شايفة بعمل ايه? بس كده. هنفتح حاجة بسيطة خالص من قدام. ونبدأ بقى نقف الماء في الزيت يكون متوسط الحراز ما قلتلكو. وابدأ من بعيد كده ابعد جسمي عن الزيت. وابدأ كده ايه اكني برش ايه على زرعة او حاجة. تمام? الطريقة دي جميلة جدا. هتخلصي في ثواني. ولا وجع دماغ بقى ولا هتحطي هنقلسها نحمر وندرب ومش عارفة ايه. وبعتحمرها خالص. هو هنا الاضاءة مخلية الحاجة بس انا هتطلعها فتحة. يعني يعني طلعيها فتحة ما تغمقيش اللون عشان ما يغمقش معيك اللدو. خلاص? كده اطلعيها كده على جم. وابداي ايه انا طبعا ايه بحول اطلع بالمصفة دي ما نفعتش خالص معي. فعادت الشغل نفوخي. فوقت ما انا عندي كده المصفة الصغيرة دي. فجبتها وبدأت اطلع بيها. هنا بردك بقولوكو ان انا خلاص شوفو في ثواني الكمية بدأت تخلص. في ثواني. بص يا هو جماعة الخير اني اسهم السهولة موضوع اللدو ده. بس ايه في شعرة كده. لو بوزت منك كل حاجة بوزت. اهم حاجة ان النار بالذات بتلعب دورك اجامد جدا. يعني ما تخلوش الدنيا تحمرة اوي معاكو. علشان او العجينة يعني تحمرة اوي احنا بنحمرها. هتبقى دهبي جدا. وبعد كده لما نحطها على اللون هتبقى اغمى. ويتبقى حاجة غريبة الصراحة. فمرة عملتها وعلى فكرة كمان الالوان. يريد تتأكدوا لها شغالة. لان في مرة اه عملتها يعني. ولقيت الالوان بايزة فغمقت للموضوع. فازالت اوي على تعب الصراحة. فتأكدوا ان الالوان عندكم كويسة. وكل حاجة كويسة. تمام? انا غطيت اه ليه اللدو اللي انا محمرةه في الزيت. بالطريقة دية. علشان يطرى معايا. يبقى حلو كده وطاري. وعلى فكرة انا زودت كمان هنا. انا قلت لك زوده ايه? اه العسل وخليه شوية على جنب. لقيت ان الالو هنا كله اه شرب بعض. شايف شايف نشف ازاي. فلدو شرب كده الدنيا خالص شربت ونشفت مع بعض. فزودت شوية من العسل. لانا كنت ايه وضع منه كوباية ومجهزة برا. عملت ايه? جبت معلقة من السمنة وحطيت عليها شوية مكسرات. والزبيب وحطيته على على النوع التاني اللي انا عملته. فاكرينه اللي انا هو كنت بحمره في الزيت. بس كده وكورته ب الف هنا و الف شيفة. وكله لما يبرد. بس كده. بس كده. بس كده.